ويرجعنا لكم تاني وزي ما قلت لكم قبل الفاصل منورانا يعني اول مرة تنور راديو تسعين تسعين ومنورة دنيا كلها اللجمة الكبيرة الاستاذة وفاق عمر منورة دنيا مرسي يا فهتموة انا كان نفسي جدا انا انطقيك يا نزامي احنا مبسوطين جدا طبعا بوجودك معنا النهاردة وعايزين نبريكلك على حاجات كتير السنة دي زي ما بيقولوا يعني تلات حاجات اقوى من بعد بتلات جون قوية جدا عايزين بقى يعني الاول نسألك فكرة تصوير تلات مسلسلات اصعب من بعض شخصيات مختلفة في نفس الوقت كانت عاملة ازاي? اه هو كان صعب جدا علي وانا برجع الفضل للناس اللي معايا طبعا لانا حتى حتلاقي لون المنيكير مش متكرر صح اه تسريحة الشعر لونه اه اداءه هم ريحوني قوي الناس اللي حوالي واستوعبوني جدا وهنا باخد جهازة دايما يعني مثلا اجي اعمل تلاتاشر بعتاشر مشهد في يوم لازم اخد تاني يوم اجازة مثلا يومين اه فرق ما بين اللوكيشن واللوكيشن واستخبه واعيش بس مع الشخصية الجديدة اللي انا هروحها بعد تاني يوم هو غلط لان انا خارجة من المسألة توتر عصبي اكيد اه يعني استرس مش عايزة اقولك يعني ما يعني ايه خلاص بلونة بمفاجر بسرعة فده هيستدهي ان بعد ما غلص طبعا الناس اللي هم حقوق علي عايزين يسألوني لا كتير لازم اخد اجهازة على الاقل تلات شهور بسافر فيهم وبرجع بقى اول عشرة تاني اكيد طيب ما فكرتيش كده في الاول قلتي طب انا ممكن اعتذر عن عمل منهم عشان ابقى ما اضغطش على نفسي ولكنه التلاتة بالنسبلك الشخصيات مغرية جدا لازم اعملهم كان صعب لان انا تعرض علي اكتر من كده وكانت ادوار حلوة وربنا هو اللي ودني للتلات ادوار دول وبعدين لقيت انها هتبقى خيانة ان انا مع الكلام ده بقول في كل الدنيا خيانة ان انا حاسيت شخصية مثلا زي هليلة طبعا عندي زملة عزام بس انا انا حسيتهم قوي يعني حسيت وبعدين اسرار الشركات نفسها اللي انا تعاقدت معاها يعني الساعة واحدة بالليل قاعد معايا مثلا سامح ومحمود كمال في هليلة هتمضي هنرتبلك اسرار محمد سلامة مهم جدا جدا طبعا وكل يوم بيبزل معايا مجهود ساعة وساعتين وثلاثة عشان اشتغل في اعمل الدور ده طبعا ويطلع بالايادة دي وسام المدني تعب معايا جدا جدا هو اسوز ناجي عبدالله انهم يلبسوني الشخصية قوي يبضلوا على وداني لحد ما عندي ده ده اللي خليها دول هم دول العارفة لو ما كنتش كمان يعني شو عايزة اقولك يعني لو كان في وقت وعملت خواطر انا كان بقى اكتر بكده بس انا يا مقدرتش دولة فالفاص يعني زي ما يقولوا بالبلادي ده اللي انا سمعت ان انا سمعت ان قراتي كمان احنا لو دورنا في الموضوع هنلاقي ان نجمة كبيرة وفاق عمر جير نجوم تاني كان ولحق لسه لقبل رمضان مستنيين حاجات بتتعرض انت كان فيه حاجات كتير جدا وبتتنقش انك لا مش هقدر يا جماعة من الاعمال اللي قرينا كتير عنها اه مسلسل فاتن امل حالي انت فعلا انا اعتذرتي عن الدور بعد ما كنتي وفقتي في الاول طب ليه بقى? اه اولا ان اللي كريم نجمة كبيرة ومهمة جدا. طبعا. اه كان كان يعني كان امنيتي ان يعني ايه ان يبقى فيه تركيز شوية كمان مع طمع الممثل يعني مع مع الشخصية دي. طبعا. اه الشركة شركة كبيرة المخرج يعني مخرج مهم جدا. طبعا. بس انا طماعة انا ممثلة طماعة ما تدينيش كم مشاهد اديني تقل في الحاجة بالنسبالي. جايز اهي طبعا هلا صدقي عملته ببراعة. وانا بركتلها وممثلة كبيرة من اهم ممثلات مصر. بس انا كنت طماعة قوي لدرجة اني كنت عايزة يبقى لي يعني الحدوطة بتاعتي باينة قوي. لكن اه نرجع ونقول الموضوع نفسه كان بيناقش قضية ما ينفعش فيها حد غير على مشاكل المرأة. القصة بتاعتي اللي هي اللي هي المشكلة الرئيسية اللي هو انه بياخد منها البنات او الشقة والشقة باسم الام طب وبعدين احنا حنفضل الست ملتاشة القانون فطبعا الدولة كانت داعمة يعني متصوريش. انا كنت موصولة ازاي? انها ترجع للمرأة حقها في الحدوطة دي. طبعا. ما بين التلات شخصيات اللي حضرتك عملتها ومين الاقرب للوفاء? في شخصيتها. هلالة. الفيبرت بتاعتنا هلالة المفضلة بالنزلية. وكتير قوي من ستات العالم العربي هلالة. هم. هي الستة اساسا لما ندور عليها نلاقيها آآ كانت بتزرع زمان. وبتخوت حروب. هم. وبتقف الى جانب الزوج. طبعا. ولما الزوج بيموت بتبقى هي العائلة الاول للمرأة. طبعا. المرأة هي بتبقى العائلة الاول. وبتبقى الداعم للاولاد علشان تخرجهم. هي المرأة اللي بتقال عليها اللي تعشش ما تطفش. اكيد. اللي تبني ما تحدش. طبعا. يعني المرأة. في اغلب الاستفتاءات بنلاقي جزيرة جمام وراجعيني يا هوا كده بيضو بقى بكاتف زي ما بنقول بس ايه مراكز متقربة قوي او حتى مع بعض جنب بعض. اه يعني جنب بعض فعلا. وما شاء الله انت يعني بطلة هنا وبطلة هنا. لما بتعود يوقتي تتفرجي على الاستفتاءات اكيد اونلاين وعلى السوشل ميديو وكده. بيبقى احساسك ايه بزداد بالعملين دو. انا ممكن عايت. يعني الناس من كتر اه انا لما حدي شكر فيها قوي ممكن عايت. فبلاقي الناس اه يعني كلامهم عني بحس ان هو بيردلي اعتباري. بيكبرني. بيخليني احس اه ان انا حق يرجعلي. الناس هي اللي بترجع للفنان حقه. طبعا. هي اللي بتبقى السابورت بتاع الفنان. هي اللي بتقوله هي اللي بتخلي عنده مسئولية انه لا انا مش هتنازل عن اقل من ده فن. انا عايز اقولك على سر. بس هقوله على الهوى بايا. خلاص مش هيبقى سر. يلا. احنا بقالنا اسبوع انا عارف انك هتنوريني وفرحانة جدا بالحلقة. كل حد شفته. من اصغر حد سنن اصغر مني بكتير. لحد الناس اللي اكبر مني كلهم قولهم هتنورنا نجمة الجميلة وفاق اعمل قولي فتاة احلامي. يعني عايز اقول فتاة احلام اجيال كتيرة. باشا الله وكمية اسئلة جايلك قد كده من الناس هنتكلم فيها كلها بس انا عايز ابدأ بقى بجزيرة غمام. المشلسل ده اخدنا في عالم تاني. ايه. احنا روحنا كده حاسينا ان احنا في بلد تانية في حتة خيالية. اول ما قريتي القصة او اول لما المشروع اتعرض عليكي اول حاجة حسيتي بها ايه? حسيت ان ده عمل يخص العالم العربي بالكامل. يعني هي احنا قلنا جزيرة غمام. ما قلناش هي فين? طب. واه شفنا في البداية رئيس السادات اه الشهيد. وشفنا اه بعض الحاجات في حقبة تاريخية اديم. اديم ومعين. لكن احنا لما نبص كده هنلاقي الشر موجود في كل اه بقعة في الدنيا. اكيد. او كل رقعة في الدنيا. طب. اه 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 اغتصاب الارض والعرض والتوقيع واللت والعجن الكتير اللي ممكن يهد عمرات. طب. ويهد بلدان موجود. ولن يرضوا عنك. يعني حتى لو كان العجمي ده راجل حقاني وبيدي للناس حقهم وبيقف جنبهم. لان برضو عليه اعتراض. طبعا. اه. وهو ولازال متمسك بالبناء. اه. فده اللي جذبني للمسألة. ان دايما يبقى في حد عايز يهدك. بس الرد يبقى بالنجاح. الرد باننا نتقدم. اكيد. انا لسه حتى كنت بقول لرانا في الطريق. اه. هي جارتي وانا مربيها ومكيرة خاصة كده يعني. رانا جميلة يعني. فقلت لها بتقول لي يعني ساعات بيبقى في حروب كتير قوي. انا بقول حتى عن مستوى الشخصي. طبعا. الانساني اللي بيسمعونا. ما تردش على حد. انجح. صح. بس. مش محتاجة يعني واحد بقى افعاله بنجاحه. اه. عايزة بقى اقول لك على تركة كده حصلت في المسلسل. احنا تخلنا هليلة شخصية قوية. وست اللي هي تحس اني ليها كيان كده وليها كتيرة بس كنت تتحولي في مع العجمي. يعني كانت تكوني بنلاقي الست اللي هي قوية بس قلبها بتخليها ضعيفة قدام الرجل اللي بتحب واللي شايفها احسن واحد في الدنيا اللي ضحت قبل سنة مش قادرة واحدة تشاركني فيك الخلطة بتاعة الجزء الرومانسي بتاع هليلة دي اشتغلت عليها ازاي? انا مش عارفة بتقولي اسئلة ما تسألتهاش قبل كده بس انا هقولك هي المرأة. سيكولوجيات المرأة. طبعا. يعني تبقى راجل وقت اللزوم. طبعا. تبقى سيدة عاملة وقت اللزوم. وتبقى امرأة مع الزوج. صح. لا يمنع ان هي عندها مشاعر المرأة. اللاين بتاع ان هي مش قادرة ان حد يشاركوا فيها دي كمان بس في نفس الوقت فضلت صديقة قريبة منه. طبعا. دي برضو من الحاجات اللي الستات كانت قلبها متأثر معهلات. اختك وحبيبتك وشورتك. طبعا. فيه مشاهد برضو كانت صعبة خصوصا انه انت بتواجه ابنك مسلا بانه هو قتل. اه المشهد لما عرفتي انه هو مات اصعب مشهد بقى في في المسلسل بالنسبة لك كله. لان في مسترش دي مهم جدا في المسلسل من اهم مشاهد المسلسل لما واجهتي خالدون وهو اللي من اهل البلد وقاعد على الدكة وكده دي. اهم مشاهد بالنسبة لك او اكتر واحد تعبك ايه? اه اللي هو برضو استراتيجية ان اه انا اهمش هقول كلام متخين. اللي هو حقيقة وجود الابن في حياة الام لما تتجوز ومدى غيرته. وعدم تقبل المجتمع لده. طبعا. يعني تبقى المرأة مثلا عندها مرار مع زوج. طبعا. بيموت. او بتتطلق. او بيحصل لها اي حاجة. او بيحصل له اي حاجة. لكن الاولاد فكرة ان الولد يبقى بيغير على امه لدرجة قالت لها لكن اه اه تجلعي خلاجاتك للعجمي. العجمي ده جوزها. بس هو الابن مش متقبل. دائما وابدا الولاد هيبقوا رافضين الفكرة. مع ان لو رجع الزمن بيهم بعد ما بعد تقدم عشرين سنة. اقولوا يا ريتنا سبناها بجنبها. لكن بالضبط لان المرأة لها مشاعر. واحاسيس. مش محتاجة راجل جنبها ام يعني يبقى زوج بمعنى كلمة زوج اللي احنا متعارف عليها منذ قديم الازل. لا. هي محتاجة حد تتكلم معاه. تتناقش. تتخانق. صح. الخناء ونس. اكيد. يعني حتى انك تبيقعدة في وسط البني قدمين. وبعد ما تبقى الست مطلقة او ارمالة عايشة لوحدها. اه شيء صعب. لازم كلنا نبقى بنطبطب عليها. لان اه ما حدش بيعيش لوحدها. اكيد. حقاها تلاقي حد كده. انا شخصيا انا ابويا مات وكانت امي عندها حاجة اربعين سنة. صغيرة جدا. لو رجع بيا الزمن انا كنت خليت امي جوزت. عشان تحسي اني معها واحد. لازم. اكيد. لازم. ترضى ما ترضاش بس نسمح. صح. لكن وقتها كنا بنغير عليها وقلنا لأ. مم. ده يعني دي يعني دي شخصية. يعني انا ما قلت بصراحة. وعمل ما قلت ده برنامج. ده حتى انا وجعتي قلبي كده. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار ممتع جدا ولسه في اسرار كتير وفي حاجات كتير قوي دي علاقة بجزيرة جمام المسلسل المفضل بالنسبة لي في رمضان كله. بس هنبدأ معاك وعندما بنتلع فاصل ونرجع نكمل تقدروا تبعاته الاستاذة وفاء كل اسئلتكو على رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج بتاعتنا راديو تسعين تسعين على الفيسبوك خليكو معنا. ورجع نالكو تاني ومكملين معاكو في راديو بيتحك على الراديو تسعين تسعين دايما هوانا مصري ولسه منورونا النجمة الكبيرة جدا الاستاذة وفاء عامر. وقبل الفصل كنا منتكلم عن جزيرة غمام وكنا منتكلم كده عن المشهد اللي كان بينك وبين خلدون. طبعا ما جيبنا سيرة خلدون ما عايز اتكلم عن نجم الاستاذ طارق لطفي. رأيك ايه كده في اللي هو عمله السنة دي في جزيرة غمام? آآ هو مش مفاجئة بالنسبة لي طارق لطفي. لان طارق ممثل عظيم. وتقيل. طبعا. وعنده حاجات كتير قوي قوي لسه متلعاتش. اكيد. فانا من معجبينه. يعني اهو زميلي اه في المعهد ومرة المعهد وفي التمثيل. لكن ممثل لو انا ما اخدش بالي انه بأهلالة اتور. ام. هو ممكن اضيع نفسي لو افتت فرج عليه. طبعا. ما شاء الله عملت دور بطريقة قوية جدا. وكان عظيم فعلا زي ما بتقولي بس برضو بقى اللي كان بينك وبين العجمي او طبعا نجم الكبير الاستاذ رياض الخولي. كلمي عن الكواليس بينكو? آآ الكواليس بيني وبين رياض كانت لان استاذ رياض ده استاذي. انا بالنسبالي انا اول بطولة عملتها كانت معي. ام. حاجة اسمها جيسر خطر. وكان هو السبب وقال لي آآ كلمني في تليفون. انا الاول كلمت قلت له جايلي آآ كزا. فبعد شوية قلت له بس انا هعتذر. قال لي. لقيت هو اللي بيكلم لي. قل لي اوعد اعتذري. حيفوتك كتير. ام. يعني يا حسين من اباوي ده مخرج عظيم وفاهم جدا. وعارف هو بيعمل ايه وخطواته محسوبة. حتزعلي. طب. تقريد تاني وقعد تشوفي الوقت. لقيت ان الخيانة هتبقى فعلا ان حاسيس المرأة دي زي ما حستها. لازم وصلها. طبعا ونقلتها بشكل كبير للناس. مي باعز دي النجمة الجميلة اللي كانت مفاجئة السنة دي ان مي غيرت جلدها تماما عملت دور مختلف. كان فيه مشاهد بينكو حلوة بزيت اللاين اللي كانت قاعدة معها هلالة العيقة. كانت قاعدة معها هلالة في البيت. ايه الكوليس بينكو بقى كانت عاملة ازاي? مي مركزة طول الوقت. اه بتحب شغلها قوي. اه انا كمان بحبها ومعجبة بيها من زمان ايام مطالعة مع الفنانات كبيرة يسرى. طبعا. وامتابعها جدا. ومي عندها حاجات كتير. وبرضو مكادش مفاجئة بالنسبة لي. لان مي عندها انا دايما اقول جملة. الممثل جزعيون. اه. لو الكريزم ما فيهم هينجح. اكيد. وهي مي فعلا بتركز قوي وعندها عينين لسه فيها مشاعر كتير. كان مفاجئة بقى السنة دي للناس كلها بكل المقاييس احمد امين. ده اللي كان مفاجئة. كان مفاجئة طبعا نجم كبير وعمل زور حلو بس احنا ما كناش نتوقع من الضحك اللي بندحكه يعني احمد عفو قوي وكلامه من قلبه ديما بيدحكنا. ان احنا نعيط وندمع ونروح معاه. لما قريتي الورق وقال له ان اللي هيعمل دور عرفات آآ احمد امين. شفتيها ازاي? شفتها فرصة بالنسبة له. لان الممثل لازم بيبقى زي الاسد. طبعا. لما يجي له دور معملوش قبل كده. هيغير بيه جلده. آآ هيطلع بيه فوق قوي ينزل بيه تحت قوي. فانا يعني كنت برقبه. اول مشفت آآ اول مشهد وهو بيمثل ازاي? تأكدت انه هينجح وقلت لهم. قلت لهم على فكرة آآ الشيخ امين ده هو يعني هو اصل الحكاية يعني. الكاتب الكبير طبعا استاذ عبد الرحيم كمال مع مخرج متميز زي استاذ حسين المنباوي مع بعض كده تقول لهم رسالة ايه? اقول لهم انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاكو. وآآ انا دايما بقول المخرج حاضر. ودايما عشان كده عشان انا يعني لما بشتغل كمان مع مخرج ببقى سمع عنه انه قد ايه بيحب الشغلانة وقد ايه بيديها من وقته ومن صحته ومن عمره سواء مؤلف او مخرج فانا بشيل ايدي. طب. انا شيلتي ايدي معاهم فبقول لهم شكرا ودايما في ابداع ودايما في تقدم وانتو سبب نجاح هلالة. ردود افعال الناس معيكي على هلالة بالزات ايه? لا اه كتير حلوة يعني انا مش عايز اقولك بقولك الناس بتسعدني. انا طول ما انا ماشي الناس بتبوسني بس. طبعا. يعني ماشيين عاملين لوزع بوس في الشارع كده كده وانا ببوسك وكلكم كل اللي بيسمعونا. سواء بتاع جزيرة غمام او راجعيني هو الاتنين نجوم كبار علي الحجار متحط صالح. انتي بتركزي مع تريتل وصلسلات زينا كده المصريين? طبعا. احنا بنعمل الالبوم وبنشغله في العربية. طبعا. 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 ويفكرك ويبقى له ذكرى معاكي بعد شوية. انتي صغيرة بعد شوية مسلا بعد عشر سنين. لما تسمعي تيتر راجعيني هوى. ياخدك الاماكن وياخدك الاشخاص وياخدك لذكريات مع اسرتك. لا ده بتبقى حاجات غاية في الروعة ان احنا عندنا كمان كلمات حلوة بتعبر عن الاسرة العربية والمصرية. بمناسبة بتبقى الاغيني. ستة انا عاملة ايه? ستة انا عاملة. حبيبة قلبنا تونة الامر. اه طبعا. تونة ترندات. رأيك ايه في تونة السنينة? ما شاء الله طبعا نمسك الخشب يعني متقلقة في كله. سواري لو اقولك ان انا حلمت انك بتسأليني السؤال ده مش هتصدقيني. بجان? والله العظيم. من القلب للقلب. لو قايت اللي حاببت? حاببت. هو فعلا بيبقى فيه كده يعني توارد. توارد للخواتر. طبعا. ايطا انا شايفها من من اهم ممثلات جلحة. طبعا. يعني يعني فيه كتير مهمين. بس هي من من دول من الصف المهم. اللي بيحس. وبيحب. طبعا. وبيدي مشاعر واحسيس. وبيروح للشخصية. ما بيسيبش الشخصية تجيله. لان فيه فرق كبير قوي ما بين اللي بيروح للشخصية وما بين اللي بيخلي الشخصية تجيله. ايطا السنة دي كانت في واحد من اهم المشلسلات. مشلسل كوميدي تقيل جدا. اكام بس. الناس كانت ما بين الكبير ومكتوب علي يعني كنا متساويين اللي بنخلص ده نتفرج على ده او نبدأ بده ونشوف التاني على طول. ايطا كل سنة بتثبت ان انا ممكن امثل وغني وعلى استعراضات واقل دعمل كل حاجة. ممكن تتخيلي كده ان ايطا في سنة تعمل فوزير? بصي وما حدش بعد نيلي وشريهان انا حقانية قوي. انا فيها من هلالة قلتلك. وفي اه طبعا نيلي وشريهان خلصوا على الفوزير. وطبعا الاستاذيح الفخراني. بس احنا نفسنا للجيل الجديد بقى فوزير حلوة كده. انا تخيل ايطن انا شخصية. نفسي طبعا وهي ايطن تقدر ترقص وتغني وهي بتمثل طبعا بعظمة. طبعا. تقدر تدحكك وده نادر لما يبقى موجود. ممثل يدحك ويعاية. زي احمد امين كده. طبعا. زي ما انا عملت مسلا في الطفان كان كان تبقي رايحة مع الشخصية بتعياتي قوي. فجأة تعمل حاجة تخليك تقولك المجنونة دي ده حكيتني فجأة. طبعا. ده. وايطن عندها الكواليتي دي ايطن ممكن في مرة يعني كتير ابعت لأيطن اما اتفرج عليها ساعة تقولها يا شيخها عياطيني. اوه. اوه. طرختيني معاك. سازعاد الامام. طبعا. سازعاد الامام كل سنة هو طيب طبعا. طبعا. كل سنة هو طيب وخير دايما يا رب. يعني ما بين ده وده بحس ان ايطن عمدها كده. اه. ممكن تخلينا نموت من الداحك وممكن تخلينا. ده اللي عملته في اخر المسلسل. اكيد. وهي جميلة ويعني ربنا يوفقها دا. مين يقدر يعمل ده? مين? اكرم حسني يقدر يعمله قوي. اه. والكبير. ميكي. اه. انا شايفة ميكي لو عمل دراما كمان. ده ميكي عمل مرة اغنية زمان. اه. عيطنا. عيطنا كلنا باغنية. اكيد. اكرم حسني كده. اكرم حسني لو مسل بجد. يعني طبعا هو يمسل بجد وبيكتهد جدا عشان يمتعنا ويدحكنا. طبعا. بس لو اكرم عنده دور فيه هيعاية الناس. اكيد. لانه ممثل شاطر. الطبق معاكي في المعضة ده مية في المية. نرجع نكمل كلامنا المسلسل اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل ما ييجي ونسمع الدقيقة الاولى كمان في الساعة اللي جاية. حيبقى مسلسل راجعين يا هوا خليكو معايا. تقدروا تبعاتو الاستاذة وفاق كل اسئلتكو على رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج بتاعتنا راديو تسعين تسعين على الفيسبوك خليكو معايا. وارجعنا لكو تاني ومكملين معاياكو في الراديو بيضحك على الراديو تسعين تسعين دايما هوانا مصري ولسه منورونا النجمة الكبيرة الاستاذة وفاق عامر. نابش ببالاش الكبيرة دي الله. الكبيرة قيمتا. الله يخليك يا فرم. طبعا. عارفة. بقولك فتاة اعلام كوكب الارض. جننتني. كل ما يشوف حد قبل الحلقة يقولي فتاة اخلامي. مش نافع الكلام ده. خب نخلي. عايزين نتكلم بقى. نستاذ راجعيني يا هوا. يا سلام. احكي لي المشروع من بدايته اول حد كلمك عليه مين? اا اول حد كلمني عليه الاستاذ محمد سلامة. طبعا. بعدين بعته لي الورقة. امم. قريت وكنت هعتذر. ليه بقى? اا لأ اتخضيت. لقيت فيه معروضة علي كتير جدا. في وقت الحمد لله رب العالمين يعني محبة من الناس من زميلي. اا لقيت نفسي مغدودة. امم. وبعدين قلت طب انا هعمل ايه في مشروع زي ده? في وسط الناس الحلوة دي وكده يعني. فسلامة الحقيقة شاطر في انه هادي مع انه برج الجوزاء بقولك لسانة طايم. سانة طايم. اه بس مش عايزة اقولك هادي قوي واخدني بالراحة قوي. امم. وابتدك كل يوم يكلمني نص ساعة ساعة. كان صابور جدا علي. امم. وبعدين روحت ومضيت. يسرية. يسرية. ايه بقى اللي شدك في يسرية كشخصية? اا انها شخصية حقيقية موجودة في حياتنا. يعني هي مش انا ومش انتي بس. امم. ممكن هتلاقي مثلا ايه حد من بعيد. حد جوه العيلة. حد كده. حد حد ممكن آآ الجهل وترديد الكلام بدون فهم يوضيف دهية. طبعا. ودي نماذج موجودة في الحياة دم ولحم. ايه موجودة. هتلاقي في يسرية او جزء او جزء من يسرية فعلتي فعلتك فعلت حد تاني فجرانة. حد طيب ممكن يروح ممكن يفقد كل شيء. بالزبط من طبته. ايوة. كان فيه كامستري كده وحاجات بتشوف على سوشال ميديا بين الكوبين نور خلد النبوي. يحكي لنا كده عن الكواليس اللي كانت بين جوكباينا على سوشال ميديا جده. نور آآ انا بعتبره زي ابني. انا سمعت ان انت رشحتي نور. ايوة. لا احكي لي بقى كواليس القصاني. بصي يا وجدت ربنا صحيحات على ما الحاجات كده غريبة وهو فعلا ان الشغل ده رزت وربنا الكبد. منامة بالليه طبعا. اه كان فيه آآ ممثل طاها كان ماضي آآ مكان نور. حلو. وجاء سعب جدا توفيق الموعيد وكان هيبقى فيه مشكلة. واحنا عندنا القصر ده بنخرج وندخل منه ممكن هو يبقى مش موجود. هو عنده لازم يبقى متواجد فيه باستمرار. تمام. انا جالك تقاب. ان الود ده لما عملت معا بروفا. انا بقولي الود لما احب حد يعني. اه طبعا. ما اني مقابلتوش غير مرة في حياتي. بس ما عملت معا بروفا حبيتي. حبيت وبقى فيه كامستري وبيرد علي وبيناغش. فلما عرفت انه اعتذرت دايقته وقفلت التليفون كده وانا مكتئبة. وبعدين جاء على طول عدى قدامي كده نور لما شفته في الاختيار. اه. وشفته في مسلسل عمله استاذ آآ عادل اديب. عادل اديب ده انتحية ليه مخرج كبير جدا. طبعا. اشتغلت معا جبل الحلاي. وروحت مكلمة مها آآ امام المخرج الاول المنفذ. قلت لها استاذنا مها. ليه ما تفكروش في نور النبوي. قالت لي والله يدو كانوا لسا عدين دهوقتي بيتكلموا وخافوا ان حد يقول ان علشان محسوبية. عشان قلت لها محسوبية ايه? هو اساسا موهوم. ومحقق حتى لو ادوار صغيرة محقق ومنور وشكله حلو. ف وبيقول. وليه عنده كده دم مخفية. اه وعيطت معا في الاختيار جدا. اه. خد قلبي في الاختيار. طبعا. خلى الدنيا كلها عيطت عشان. فليه لأ? فقفلت التليفون تاني يوم لقيت ما حاجة تقولي هقولك خبر حلو جدا. قلت لقيت لي جابولك ابنك يا ساتي نور النبوي. قلت لها بجد. بجد. كنت سعيدة جدا ان انا يعني يبقى حد شكلي واعرف اناغش معي وبتاع. فعملنا بروفا من اول لحظة انا وهو التقينا. يعني. الله. حسيت ان فعلا احنا في بيتنا او عيلت ابو الهنة. لان اهم حاجة المعايشة. انا سمعت ان استس خالد ما كانش مبسوط ان او ما كانش مشجع ان يبقى نور معي. دي دي حقيقة. ده حقيقة. ده حقيقة. هو خالد كان معطارد. وكان انا مش عايز حد يفتكر ان ابني اخد فرسته. لكن هو في الاخر يعني انا عايز اقول حاجة. يعني لما يبقى الولد او البنت متربين في بيت في قانون. هي جينات كمان يا جماعة ان هي بتطلع. الواحد بناخد من اهالينا وذات ان الفن موهبة. مش فكرة شغلانة بتدرسيها وتشتغليها. اهو مش كده وبس يا فاطمة انا دلوقتي متربية مسلا ابويا محامي. طبعا. في عندي مكتبة فيها قانون. انا ابويا مش محامي يعني بقول فرضا. مسلا يعني. مسلا اه. اه. مكتبة فيها قانون. اه وبنتكلم في قضايا وكيفية الخروج من ازمة وكزا وكزا. متخيلة الولاد يطلعوا ازاي? شاربين. ايوة. اه. هو الولد طالع شارب الفن. من البيت في فن. اه. برضو احنا اه شفنا عمر فوزي طبعا كم من نور الدنيا. كنت معطلين عليه والطلوب مش شو? انا سمعت بقى برضو دي انتي كنت مش حبل الفكرة. نفس اخلق خالد وانا نفس ربيت خالد كده في الدماغ ان انا قلت اللي انا مش عايز ابني في المسلسل. طب انتي رأيك ايه في عمر? رأيي انه محتاج اه فاقل موهبة. اه. محتاج تدريب. طبعا. اه بيحب الفن اه. بس اه لازم يعني ايه يبقى فيه اكتر من كده تمرين. فهو شغال على نفسه. بس هو يعني ده اكتر واحد لازم يبقى شارب. وانا واسقة لو هتشوفي قدام هيعمل ايه? بس لازم لازم كده. اللي بيحب الفن لازم يبقى فيه تدريب. ايه رأيك بقى في مناسبة ان احنا جبنا سيرة العيلة فالاغاني الجديدة اللي قايت نعملها. حلوة. مم. ودمها خفيف واحنا بحتاجين ان احنا نفرح. ايه? وفيها حالة عارفة يعني يعني هي بتاعت مثلا ستة انا دي لزيزة في خطفة رجالة دي. باردو عينه. اه. يعني واحدة بتعمل واحد يا اوه على بتاع السوشيال ميديا. فيها حكاية. جنيه عصرية كمان. ايه. ايه. وبتاعتنا بتاعت بالوقت. صح? يعني متماشية مع الحكاية. من الحاجات الحلوة بقى اللي شفناها في رمضان برضو قبل ما نرجع نكمل كلام عن المثلسات وكلام الجد نحب برضو اهلس كده في النص وارجع تاني. ايتم بتاع مشوية لايبات كده كل يوم طبيع. ايه. كانت يعني ليها كده طابع ايتم في المطبخ. اه. اه. حتيتك بقى ايه? انا يا جماعة لشربة من وفاقة. لأ وبقيت ما بتقلقني هي بتبقى ساعات وفاقة في نفسها كده. ايه. ايه. انت مشوية يا فكرة قلتلك صوت ايتم. يا فيكو حتة من بعد بس ايه? ايتم مهما كان يعني واخدة منك كتير. اه. اما كنتي بتشوفيها في المطبخ كده كنتي عايزة تكونش تقول ايه يا بنتي يعكل لنتي بتاع بيه ده ولا فرحنة بيها. ده اقولك على حاجة. اه. ده بطلت نطبخ في رمضان لان انا كان عندي زخم. اه. فما كنتش بادخل المطبخ فاتزلم كل اللي حوالي في الاكل فكنا مبرشطين عليه. الله كمان ده. ايه يا ايتم كانت بكل النجاحات مشو الله اللي عملتي في رمضان والمطبخ يا ايتم. بتعمل اكل حلو تصوري. نفسها النفس وراسة برضو زي وزي الموهبة زي ما كنا بنقول من شوية. اه. كتير من الناس بيقولوا ازاي ايتم ووفاء مش بيعملوا برنامج طبيخ وحاجة كده ليه علاقة بالاكل مع بعض. مش عارفة يعني اوه اتعرض علي بس مش متخيلة نفسي. احنا احنا عايزين نعرف الوصفات جرائية وفائر مهمة احنا. انا بعتلك الاكل للحد البت يا فاتوم. انت تقول بس اتأموري. بس انا هو بنادي من الستات اه. الستات كلهم عايزين برنامج طبيق ايتم وفاء ونتخنقوا في المطبخ كده. طب ما تيجي معنا. ايجي والله ايجي. انا انت تعملي الفقرات بتاعت الهكاية واحنا نطبخ. طب احنا نخلص احنا عملنا برنامج. عايزين نتكلم بقى عن النجم الكبير طبعا. اعمل خلطة كده جميلة قوي السنية دي هو الاستاذ خالد النبر. احو. الشغل معايا عامل ازاي? ملتزم. انا قلت كده في اماجين كتير وهافضل اقول كده على طول. اه راجل في حاله جدا عايد شخصيته. اه لطيف جدا مع الكل. دخلش فيه ملايا عني. اه بصراحة انا اتشرفت جدا. انا اشتغل مع حد شكلي. طبعا. يعني هو اخويا كده احس انه ممكن يعني اطلع اخته. يبقى اخويا بجد. نجدعه بحاجة. اه. في مخرج مهم. ماسك الحكاية. آآ آآ عامل زمام امورها في ايدي. واحنا بنقول حاضر بس. طبعا. خالد عزيم. مسلسل راجعيني هو يعتبر من الحاجات الكلاسيك بتاع زمان. آآ الشياكة. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها بقى زمان المسلسلات الشيك دي. الناس كلها قالت بالورقة والقلم المسلسل ممكن ايه في وسط بقى زخم رمضان والحاجات اللي هي اكشن ومش عارفة ايه. انا سمعت من الناس بيقولوا هيعادة. قبل ما ينزل قالوا هيبقى المسلسل هيبقى ظريف. بس مش مش هياخد البومينج القوي. لأ. البومينج ده بقى. برغم جوزي مش منتج العمل ده. آآ. قال لي ده هيبقى اهم عمل اجتماعي في رمضان. ما كنتيش خايفة قبل المسلسل ما يتعرض. ولا كنتي حاسة من الكواليس ومن اللي انتي شايفها في التصوير ان ده هيبقى مسلسل قوي جدا زي ما حصل فعلا. لأ انا كنت خايفة قبل ما ادخل. بس بعد ما شفت سلامة بيشتغل ازاي لانا رحت له عملت له ديفت شرف في مشهد. بس بعد ما شفت مخرج اسمه محمد سلامة. كنتي عارفة. انا ممكن مقراش لو طلبني. آآ. يعني ممكن مقراش. الخبر. آآ. يعني ممكن اوافق من غير مقرأ. تخيالي الثقة قد ايه? طبعا ثقة كبيرة جدا. بس يعني انا يعني ممتنله جدا ولو انا عملت حاجة كويسة هو السبب. لانه آآ بجد وجهني كتير جدا مفردات وحلوة. بنتكلم عن شخصيات مش سهلة. ولا يسرية سهلة ولا هلالة سهلة. ما بتحتاجيش كده بعد التصوير وقت عشان تخرجي منهم ولا احيانا بتحتاجي نتروحي الدكتور عشان انتي قصلك بتعمليش الشخصية من السيرفس اللي برا. بتخشي قوي جوة احنا بنقتنع انك فعلا هلالة او فعلا يسرية هي انتي. ازاي بتخرجي منها? بتحتاجي مساعدة ساعت? طبعا. بروح لدكتورة وبتمشي معي هي ما بتديش علاج دوائي او كده لكن تبقي محتاجة. او استماع. بتتكلم معي. في مسيرتك كلها بقى مين الشخصية اللي عادت فترة مش عارفة تخرجي منها? مهما تحاولي بتلاقي بترجع لك تاني. الملك فاروق مسلا الملكة نظري. قعدت شوية كده يعني حتى اهلي واللي حوالي يعني بيعوضي يقولوني ماجستي وبتاعوا حاجات كده. فضلت معي فضلت معي شوية. وبرضو عملت دور بخيلة. مهما كتبت قولي كنتي بتعوضي تخرفيش في الورقة. هي الحركة العد دي. اه اه العد دي. انا محبش الفلوس اصلا. يعني انا شخصية ما عارفش معي كامل. ممكن عشان عكسك. فما قدرتيش تتخلصي منها يعني بالسهولة زي ما بنقول. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى عن بيت الشدة المسلسل التالت اللي هنتكلم عليه النهاردة ما شاء الله موسم قوي جدا لنجمة جميلة نجمة. وفاق عامر نطلع فاصل ونرجع نكمل معاك وتاني رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين. يعني انا عايز اقول لكم حكا. انا بقعد اشتكي لهم دايما حلقات يوم الاربع بعد انا ودكتور محمد ريفعة نتكلم عالاكل. انا اتكلمت النهاردة كلام عالاكل. اه. ما اتكلمتش عنه في سبع تبال سنين اللي انا شغلهم مزيع. يعني ايه الحلوة دي? يا جماعة الناس كلها بتشهد باكلك. اه. وان انت محترفة. بس انا عرفت كده حاجة من الكوليس نسيت اقولك عليها قبل من ننقل على مسلسل بيت الشدة خلينا نكمل شوية فراجعين يا هاو. انا عرفت ان كان فيه حمام بيتطلب وحجبه تتطلب بعد المشيهد. احكي لنا بقى. اكيد نور النبوي اللي قالك. ايه مش هقولك مين بس حكيلي. سلامة? عرفنا. انا ليه مصادري? ليه مصادري? بس انا هعترف والله. انا كنت بعمل مشهد مع نور وبجري وراه بالشبشب ولابسة مسكة لعباية. حلو. اه. والمفروض منها ستة بقى ايه بقى? مجهود بقى. اه. وانا اقولت لك. اه. واطلق وبعدين عن المخرج بتاعنا بنقول حضره نعم بس. طبعا. ياخد من هناك تيك بسلا خمس ستة مرات. حلو. فاروح طالع اول ده كان يمكن اول او تاني يوم. طلعت وقلت لها امام وهي قاعدة كده. ما? قلت لي ايه. قلت لها انا لابقى فيه من النوع ده مشاب. جزحة مام. فرختين ماشيين. بعد. اه طبعا لدي حاجة كده. قلت بقى انت اكيلة وبتعمليه اكل حلو. اه. ومزاجك ونافسك حلو في الاكل. شخصية يسرية بقى اللي هي تجري بالشبشب بالكلام ده. تحسي كان فيه حد ممكن يرسم يسرية دي جير الاستاذ قسامة عنوار عكاشة يرسم يسرية كده? لا خالص. وسلامة. طبعا. الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض. اكيد. ومحمد سليمان عبد الملك. اه. حسيت ان التوليفة دي كتلازم تطلع منه. انت لسه الالي دوقتي بتقولين اللي نخلف مماتش لما بنكلم على الاستاذ قسامة عنوار عكاشة. طبع. ففعلا ده الولد ده مش ابنه. لكن. بقولي الولد سوري يعني محمد سليمان عبد الملك. بس ماشي على النحب. بحسي نولي واحدة. اه. اه. اكيد. خلينا ننقل بقى عشان انا جعت البيت الشدة بقى نجمع كلام. مسلسل يعتبر مغامرة. طبعا. حتة دراما فيها روعب شوية كده في رمضان وبتاع الناس بشو تعودين عليها. حسبتي التجربة ازاي من اول ما اتعرضت عليك? آآ حسبتها انها آآ شر انا ما عملتوش قبل كده يا شريرة. طبعا. بيتكلم عن النشدة المستنصرية في وقت من الاوقات. والسنين العجاف. وان جاء وقت ما كانش فيه خالص وجافة في النيل وبتاع. مهم. ففيها معلومة ما راحتش للناس راحت في اول و تاني حلقة. طبعا. آآ المسألة التحريك عن بعد. مهم. ده علم. طبعا. مسألة ان فيها بقى حتة فانتزي مع حقائق ان احنا طول ما احنا آآ واقفين جنب بعض وقدينا في قديم بعض ما حادش هيقدر علينا هي. فقالك مقدرتش على الحارة. عشان الناس كلها ايقانوا انها بتشتري وعايزة تفرقهم. طبعا. طبعا. هي الحارة دي موجودة هنا ولا برا مصر ولا في كل العالم وممكن فعلا. ان الواقف دينا اتفرقنا. بالزبط. بالزبط. كنت خايفة شوية من ممكن ان الجمهور ما يتقبلوش ولكنت عارفة انه لا حيحقق حقيقة. لا كنت حسن انه كل فئة مفقات الجمهور يعني بتاعنا الطيب الطيبين دول ناس اللي هما مثلا ارياف وفلاحين وقرى ونجوع وكده هيشوفوه من نوع معين. اكي. ثقافات بتختلف كل ما بنعلى بالليبل. لحد ما بنوصل ان في النهاية كلنا نتفق. طبع. ان طول ما احنا ايد واحدة محدش هيقدر علينا. ايه المميز في اه خمسة واربعين انت بتجرجرين يا فتا. اه شفتي بقى. خمسة واربعين وجه جديد. اه وجه جديد وخرجين معهد اشتغلوا في العمل ده. دي اهم حاجة. وده اللي بسيتني اوي. اكيد جيل جديد. في ورش. اه. اكيد. انا كنا عاملين ورشة كمان مصغرة. مع المخرج طبعا وسام المدني. عنده رؤية. فابتدى يطلع من الولاد حاجات كويسة اوي. بعد النجاح كبير اللي انت حققته في رمضان السنة دي زي ما احنا متعودين معاك دايما في اي عمل انت بتدخلين ما شاء الله. بس كله بيقول اللي جاي اكيد ممكن رمضان اللي جاي نشوف مسلسل بتاع زي ما احنا بقول كده بالبلد دي مسلسل وفاة. او مش تغلش خالص. مش حطة في دماغك يعني معايير معينة. لا. بس حطة الحب اللي الناس بدهولي السنة دي والمكانة اللي حطوني فيها بقت مسئولية وبقت حسة ان احنا بنتغير وبنتغير للافضل والدراما برايحة في حطة حلوة قوي قوي فلو ما كنتش هعمل حاجة حلوة مش عايزة. طبعا. يعني انا عندي مسلسل في العلب اسمه السر. عاملت طاقة بتاع تيوسرية دي على واحدة باية كبدة. اه. وبتقول ده. يعني انا عندي جملة كاتبها المؤلف حسان موسى قال من امتى واحنا بنشوف البنت البنت هي بتقولها بالبلد. البنت بتتخطف وبنقف نصورها بالموبايل. اه. من امتى? من امتى البيبن ممكن تتكسر علينا من غير منقف جنب بعض. لأ احنا جدعان قوي وبنقف جنب بعض قوي. وحنفضل طول عمرنا واقفين جنب بعض. طبعا. واحنا يعني انت قريبة من قلب الناس بكل طبقاتها. فبيصدقوك ايه ان كان انت عاملة الطبقة اللي انت عاملها ايه. طبعا. طبعا. عشان كده اختياراتك انا بتاقلي من اهم الحاجات اللي مخليها وفاق اعمل من اهم النجوم اللي موجودين في مصر نجد ما بتركزي قوي في اختيارك للدور انه يعلم. مش بالمساحة. من الحاجات اللي احنا سمعناها برضو بقالنا كم يوم انك مرشحة لبطولة مسلسل الشادر مع ياسمين صبري والمخرج ساميح عبدالعزيز. ده حقيقي ايه? انت كل حاجة عندك. عرفت كل هاجة. عرفت كل هاجة. وبصي بتفاجئين يعني. هلنين نتكلف في الاكل في الفاصل يا عبدالفاضين. اه طبعا ياسمين جميلة. وانا اشتغلنا مع بعض قبل كده عملين. جابة للحلال كانت عملة بنتي. وعملت معايا دليدة في حكايتي. اه. بحب كوالسها. مم. بحب ادبها. يعني عارفة يعني بتحترب الاكبر منها. بتخليش حد يستنيها. آآ بنتة لطيفة. والتادمة. بتدخلش في اللي ملهاش فيه كمان. بصي انا عمري ما حقول غير كلمة حق. طبعا طبعا. حتى لو مشتغلتش المسلسل. انا مش محتاجة ان يشتغل. ومش محتاجة ان نتكلم عن حد كويس. اكيد. فالبنت دي بنتة كويسة. اه. الناس كتير بتقول بس ياسمين تعمل دور بنتة شعبية حتنفع ولا انت حسن ياسمين عندها المهارة انها تعمل كده. هي نفسها قوي ومتحمسها. اه. وانا انا يعني سابورت لها جدا انها تعمل خطوة دي. بس مش شرطة كون موجودة في المسلسل يعني احنا اتفقنا. بس لو 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 دور مش هيكون قد امكانياتي وقد طموحي. ممكن يحصل تغيير. اه ممكن ممكن اعتزر وافضل واقفة برضو. سابورت لها لاني بحب. كتبتي بوست قريب الناس يعني قالوا ان انت قصدك على ياسمين لما قلتي انه ام عيب قوي ان احنا يبقى بقالنا كام يوم ما الناس سيرة غير مين اطلق ومين اتجوز. انت رأيك ايه في الظاهرة دي ان بقى الجمهور مركز في حياة الفنان ويعني مش بيعدي الموضوع كخبر. احنا بنقول احتمالات وقراء وليه حصل ومين جيب عبديمين. يعني احنا بقينا متدخلين كجمهور زيادة. شايفة ده ازاي? يعني احنا بنحب جايز النجم زيادة فبنبقى عايزين نعرف كل حاجة عنه. بس مش لازم نطلع اشعاعات بقى ونقول خد كم مليار وكم. كلام ده كلام فاضي. كلام فاضي. يعني ليه كده يعني ما الناس بيسيبوا بعض باحترام. وليه ليه بيطلع حتى فاطمة لازم يبقى فيه رقابة على اليوتيوب. في قنوات يا جماعة بتطلع تقول حاجات ممكن تضر العالم العربي بالكامل. اكيد. بيقولوا حاجات واشعاعات فضيعة. يعني واحد يقول لك اخدت مش عارف كاما عربية مش بكلم على ياسمين. على اي حد. صح في اي حد دلوقتي بيمسك الموبايل ويكتب اي حاجة وبنشاير ورا. ممكن مشاكرة لك انك فتحت الموضوع ده لان ممكن قناة تحقق ملايين الملايين فتستخدم وتستغل في غير الصالح العام. صح. بيحسن. لمجرد ان عندهم اعداد. صح. انا الكلام ده انا بشكرك انك قلت دلوقتي او فتح تي دلوقتي. يا جماعة تكر من القنوات دي. صح عندك. دي بتحقق اعداد كبيرة جدا. ممكن بعد كده تستغل الغير الصالح بلدنا والبلاد الاخرى. لو انت على سوشال ميديا عندك لقيت حد داخل بيديكي كومنت ومش عاجبك او بيتدخل في حياتك الشخص اي حد. تاخدي منهج انك تردي رد قاسي ولا بتعملي بلوك ولا انت مش بتركزي اصلا في ميمة. بانجح. الله عليك. يعني انت لما حد يبقى وراكي يقولك مثلا الحمد لله يعني اي بقول ده لكل المجالات الكوافر والماكير والدكتور والمهندس والطبيب يعني انا. كل المجالات. كل المجالات. حد وراك بيحبطك. حط همك في شغلك وتقدم وانجح. وده خير ردي يعني زي ما بنقول. هنطلع اخر فصل في حلقتنا وانتكلم بقى عن حتة بقى الجزء بقى ففة جميلة اللي في البيت. عايزين كده نرجو شوية عن الحاجات الرومانسية بس انطلع فصل ونرجع نكمل معاكم وخليكم معنا. ونرجع نالكو تاني يوم كاملين معاكم في راديو بيضحك على الراديو تسعين تسعين دايما هوانا مصري بلسا نورونا النجمة اللي جميلة جدا وفاق عامر واخر لنك بقى بسرعة كده عايزين ايه نلحق نرجو شوية. عايزة عارف بقى وفاق الامر عاملة ايه? يعني في البيت عاملة ازاي? ماما بقى اللي بتجري وراهم بالشبشب يسرية ستايل ولا الرومانسية بتاعت هلالة مين فيهم? ولا كده ولا كده. يعني انا هقول لك على حاجة بقى. انا في البيت اه انا بعرف ازاي يعني اخلي ابني مسلا عندي عمر واحد بسر. ماشو قابل. الحمد لله يعني. فلما حتى عمر قلقاه بيعمل حاجة غلط. اروح مميلة عليه كده في وقت قلقاه ممكن يكون بيهزر معايا. افضل ماسك نفسي. وبعدين اقول له عمر اتفكر في كازا 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 برائب كزا. برائب صاحبك كزا. اشوفه الهند عمل كده حاجة ما عجبتنيش. اخد بالك. اسيب ابني اخد قراره. بس بتنصح. اه بس بقلت. صحيح ممكن يتأخر شوية في انه ياخد القرار بس اه تمام. بيتعلمه مع الوقت طرام انت غارزة الحاجات. ما اضربش. انا ولا عمري ضربت ايتم. وانا مربية ايتم. طبعا. ولا عمري ضربت ابني. ولا اعرف اضرب حد. والولد انا بقول لكل اللي بيسمعونا الولاد والبنات. وهاك حد يضرب ابنه على وشه. دي كرامة. طب بتضيع كرامته. طبعا. بتخيب بتهزي ثقته بنفسه. ممنوع حد يضرب حد. ديكي كده تصريح من فترة قلت جروبات الستات قامت عليه ما قعدتش. يا فاطمة. شاكلك انت اللي هتعمليها فيها. لا متقلقيش. متقلقيش. انا واخدهة من جانب رومانسي. هيخشي لكل انا طيبة. قلت يا عمري مطلوب طلاق من زوجي حتى لو اكتشفت انه بيخلني. ستات كتير قالوا دي درجة حب يعني مش منطقية. ما شاء الله طبعا ربنا يخليكم البعض بس احكي لي انت ام ممكن تكوني ما كملتيش الكلام يوميها في البرنامج بس كان احساسك ايه? كان قصدك ايه وانتي بتقولي. هل دي انا حسيت انه نابع من ثقة ان انتو قصة حب ما شاء الله قوية. والحمد لله. وانك عارف ان مفيش اي حاجة ممكن تحصل اصلا. فانا اللي هو انا بتكلم بقلب جامد. لا اصلا هقولك على حاجة. في كل البيوت بتحصل فيها المشاكل دي. اكيد. يعني وممكن تبقى واحدة حلوة معدية. امر. ام. ليه قبل ما هو يقولي بصي دي امر قوي دي فستانة حالو. ليه ما قلوش ايه الحلوة دي بص البنت الامر دي? عادي. ثقة في النفس. عادي اصله. يعني انا انا ليه خلي يبقى فيه بيني وبين احنا اصدقاء. قبل ما احنا راجل وامراته متجاوزين. احنا في صداقة. طبعا. في ثقة. في حب. وفي ولاد. وحتى لو ما فيش ولاد. في عمرة عشنا مع بعض. بكيه. فبس لو كل واحد فينا اختلف. يفتكر للتاني موقف كويس عمله. بس. ده كلام زي الفل. مع ثقة بالنفس برضو بقول لكم فتاة احلام الكوكب. نتكلم فيه يا وفاة. طب انا عايزة نقطة مش عايزة كده اختم الحلة قبل ما نتكلم فيه او هي السينما. بقالنا كتير بنسمع مسلا ان فيه فيلم انتي بتصواريق مباراة راوسكينا مع حرية فارغالي. اه. التصوير خلص ولا لأ لان بقالنا كتير او بنسمع الفيلم ده. والنس يعني وحشاء يعني وحشها وفاة في السينما. احنا عملنا الفيلم وفاضل فيه يومين. واليومين واقفين. وانا راكوراتي هتتغير. يعني انا ممكن ايجي بعد كده يقولي تعالي نزلي كملي. مبقاش انا راية مش هعرف. مقدر بكبر اكيد. ملامحي بتتغير. بدخن برفع. بقاله قدقيل فيلم وتوقف. بقى لنا اربع سنين. وقت فعلا كبير. اه يعني بتدينا من اربع سنين. وبتدينا عملنا اسبوع في عشر تيام او او سري في ألف اسبوع. بعده عملتي يوم. جيت السنة الفتاة عملتي يوم فيه. فاضلي يومين. طب بعدين. بس هو فيلم حلو. فيه حرية وفيه عيدة غنيم وفيه في مجموعة من الفنانين كتير او. هيبقى فيلم قوي اكيد. فيه اي خطط تانية في سينما قريبة ولا انت مركزة اكتر في الدراما. انا مركزة في الدور الحلو اللي يجيلي اللي حس انه يوصل لقلب الناس. اكيد. يعني انا عايزة دايما اخش اسمع كلامهم الحلو. فبقيت مهتمة قوي ان انا ارضي جمهور. في خطط قريبة بانت غير الشادر كده ما عارف ان هو برضو انت في المرحلة الاخيرة في الاتفاق ولا في حاجة مؤكدة? آآ في كزا حد كلمني عشان السنة الجديدة. يعني. طبع. الموسم الجديد. بس انا لازلت يعني بقول ان هو ربنا اللي بيقسم لي. ولازم الدور الحلو هو اللي حينديني. وانا مصرة السنة دي ان انا حافظ على محبة الجمهور. لو اضطررت ان انا اعمل اكتر من دور انا هسأل الناس الاول. اكيد. هعمل لهم كده صفحة ولهم قلولي انا وعروض علي. هل تشوفوني اكتر من مرة ولا مرة كفية ولا اي? لا اكتر من مرة احنا بنجاوب من دلوقتي. بحبك يا فاطم. ومنور اكتر من مرة. احنا كده من كلم في برامج تقولي لي اكتر من مرة. انا مش عارفت زيه الوقت خلص. وقت جري والحلقة طبعا ممتعة جدا واضطيلي بوجودك النهاردة. لا انا كنت متابعيكي. وبحبك. وانا اكتر. تبسطني وحس ان انت شكلنا وشكل المنصرين كلهم. ربنا يخليك. وعايز اشوفك كتير بقى كبان في التليفزيون مش بس ازعم. ربنا يخليك. اخيرا حطلب منك طلب صغرنون بقى رسالة منك لجمهورك اللي يعني اكسايتت جدا وفرحان جدا النهاردة انت من ورداني. بحبوكو. وحبوكم ده تايج على راسي. كل كلمة تقالت في حق يا رب اكون قدها. ويا رب اكون قد المسئولية. انا بدخل كل بيت. آآ سامحوني لو انا قسرت السنة اللي فايتت اقول قبلها. فاني قبلت دور او حاجة ما عجبتكوش لاني بتجي لي ردود افعالة على حاجات. فعلا انا كنت قمت بيها. لكن انا اقعدكم ان محبتكم اللي انتو ديتو هالي دي هحافظ عليها مدى الحياة. نورتينة. شكرا. كده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة من الراديو بيتحك كانت عوضة قوية جدا 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 بعد موسم رمضان. شوفكم الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعتين واحلامس عليكم.